طيب بسم الله الرحمن الرحيم لنفرض أنه جاءنا السؤال هذا أكتب برنامج يقرأ طول المساطيل وعرضه ثم يطبع المساحة وكان المطلوب أنه يتم تنفيذ برنامج باستخدام الـ Object Oriented Programming أو البرمج كائنية المنحة طيب السؤال كيف نستطيع أننا نعرف ما هي الـ Object التي نحتاجها من خلال قراءة السؤال لاحظ معي في السؤال أنه فيه كلمة هنا عندنا كلمة مستطيل كلمة هنا كلمة مستطيل البرنامج سيقرأ طول مستطيل وعرض المستطيل ثم بعد ذلك يطبع المساحة مربوط طيب عندنا عملية اللي هي الطباعة عندنا مدخلات واضح اللي هي الطول والعرض زين؟ وعندنا شيء هنا نستفيد من السؤال اللي هو المستطيل زين؟ اللي هو له لاحظ أنه اسم هنا يمثل شيء أو حاجة مضبوط ممكن نقول يمثل كائن لكن في الحالة هذه لازم تنتبه القضية مهمة جدا وهي قضية الـ Abstraction زين؟ تسمى الـ Abstraction وهي معنى كلمة خلو أكتب الكلمة Abstraction أو التجريد زين؟ والمعنى هنا أنه يعني هنا ما هو لازم تكون الـ Objects لما تكلم عن الـ Objects في البرمجة كائنية المنحة ما هو لازم تكون الـ Objects هذه كائنات فعلا حقيقية يعني أنت ممكن تشاهدها يعني يعني ممكن مثلا يجيك سؤال يتكلم لك عن طالب يتكلم لك عن دكتور يتكلم لك عن سيارة مثلا يعني يكون في سيارة وخصائص سيارة أشياء زي هذه بالمقابل ممكن يجيك السؤال يتكلم لك عن مفاهيم مفاهيم تجريدية يعني مفاهيم يعني شيء مو بالضرورة أنه موجود لك يعني موجود في الحياة يعني ممكن تلمس وأنت وتحس فيه لكنه مفهوم يعني حنا نفهمه يعني مثل مثلا المستطيل مثل مثلا الرقم أو العدد مثلا الرقم مثلا له خصائص مثلا لو فكرت يعني فيها مثلا الرقم يكون له قيمة يكون له نوع يكون له أشياء زي كذا نفس الشيء مستطيل له طول له عارض له مساحة له محيط له لون مثلا ممكن ممكن تقول مثلا أنت والله مثلا برنامج رسم فيكونه مستطيل له لون له سمك الخط حق المستطيل المحيط حق المستطيل فيه أشياء أمور كثيرة يعني من خلال المشكلة التي جينا والسؤال التي جينا حنا نحاول أن نستخرج ونعرف وش الكائن اللي حنا نبغى زي وش الخصائص حقة الكائن هذا فمثلا عندنا هنا نحاول مثلا في السؤال نركز على الأسماء طبعا هنا أنا ما أقصد الأسماء مقابل الأفعال يعني مثلا عندنا هنا اسم هنا عندنا فعل فمثلا نركز على الأسماء فعندنا هنا الاسم مستطيل عندنا الطول اسم العرض اسم لكن يعني تحاول هنا مثلا تقولنا المستطيل هو الشيء اللي حنا نبغاه الطول والعرض هي خصائصه خصائص شيء هذا طباعة عملية نبغى تسويها المساحة هي خاصية برضو من خصائص المستطيل فنقدر نقول هنا حنا نقدر نقول فمن خلال إن شاء الله الأمثلة القادمة إن شاء الله من خلال الأمثلة الموجودة في الكتب والأشياء هذه يعني ممكن الواحد يصير يتعود أكثر وأكثر على البرمجة الكائنية وقد يعني ممكننا ثنين مبرمجين يشوفون نفس البربلوم أو نفس المشكلة ويقررون أنواع مختلفة من الكائنات وهذا شيء طبيعي جدا فإذن عندنا هنا في المكثال هذا عندنا كائن واحد الأوبجيكت عندنا أوبجيكت واحد وهو المستطيل والأوبجيكت هذا له خاصيتين طول وعر فخلوا نكتب يعني ممكن مثلا نكتب اسم الكلاس بشكل سريع مثلا نقول عندنا الكلاس شو اسمه؟ ركتانجل ركتانجل زين؟ ونحط مثلا مربعة وشي يعني كده يعني يبيل لنا ثم بعد كده نحط الشو اسمه؟ الخصائص اللي حنا استفدناها من خلال قراءتنا للسؤال فمثلا نقول مثلا عندنا length وعندنا width وعندنا area اللي هي المساحة إذن عندنا ثلاث خصائص للمستطيل بالطريقة هذي نكون جاهزين اللي كتابة البرنامج نفسه طبعا لا ننسى دائما انه حنا مش نبغى من البرنامج او الproblem اللي مقدم لنا والسؤال انه يقرأ رح نقرأ الطول والعارض ثم بعد ذلك رح نطبع المساحة إذن ممكن يعني أنت تضع أي يعني أنت تستخدم أي طريق خاص بك لكن ممكن مثلا أنا أقول مثلا حط سهم كده مثلا وسهم كده وهذا سهم كده معناه انه هذا input هذا output يعني هذا المقدم أنت ممكن تستخدم أي رموز يعني أنت تستخدم الرموز اللي تبغاها واضح؟ إذن عندنا class وعندنا length وعندنا width وعندنا area طيب خلونا الحين نفتح eclipse ونكتب class rectangle هذي وبعد كده نكتب برنامج اللي رح يستخدم class rectangle هذا برنامج الإكليبس وسوينا project اسمه 001 Object Oriented Programming الإكزامبل الأول خلونا نسوي class جديدة واش راح نسميه class هذي طبعا ممكن يقول واحد يقول راح نسميها rectangle لأننا حنا class اللي عندنا نسميها rectangle لكن فعليا حنا نبغى نسوي class وتكون الclass هذي نسميها test rectangle لأنه هي اللي راح يكون فيها المين نسميها test rectangle وهذي نسميها driver class test rectangle ونسمي هذي driver class ونحط فيها public static void main سوينا هذي سوينا driver class test rectangle راح يكون فيها المين الآن بعد ما سوينا driver class جوه جوه الإكليبس راح نسوي class rectangle اللي حنا نبغى rectangle اللي نبغى نسويها فنقول class rectangle نفتح course بعد كده نبدأ بالخصائص حقة الكلاس عندنا int length طبعا احنا ما قررنا هلو int يجرب ما جانا اي شي في البرنامج فنقول انه int length و int width و int area ممكن يكون مثلا لو طال برنامج float او شي زي كممكن نستخدم float لكن بما انه ما ذكر شي بنستخدم int حتى نسهل على انفسنا طبعا لاحظ حاجة مهمة هنا جدا وهو اننا الclass هنا ما نحط قبلها public زين عندنا في قاعدة مهمة جدا في الجافة يقولك في الجافة لا يمكن ملف واحد يكون فيه اكثر من class واحدة public اذا عندك هذا ملف حط فيه 10 classات 20 class زي ما تبغى بس واحدة منهم بس public زين فيا احنا نحط rectangle public ولا test rectangle public السؤال ليش حطينا test rectangle هي public لانه يقولك انه في البرنامج حق جافة او يعني في الباكيج حق الجافة ما يمكن يكون عندك اكثر من class فيها mail يعني حط في البرنامج 20 class 30 class زي ما تبغى ما لك الا class واحدة فيها mail بس ما عندك الا main واحدة لان ال main هي اللي يبدأ منها التنفيذ وعشان تبدأ التنفيذ الكمبيوتر ممكن تلخبط لو حطيت اكثر من main ما يدري من وين يبدأ فلازم ما يكون عندنا الا main واحدة فاذا هنا عندنا class واحدة لازم يكون فيها main يا هذه يا هذه والclass هذه هي لازم تكون public زين اذا عندنا class واحدة لازم يكون فيها main حنا اخترنا class هذه اللي هي class test rectangle زين نفرض ان لو اخترنا class rectangle يكون فيها main عفوا حنا اخترنا class هذه يكون main بما ان اخترنا class هذه تكون main لازم تكون public automatic لين فيها المين اذا ارجو ان يكون هذا الشي واضح لو تلخبطت بالموضوع هذا على الاقل الان حتى ما تلخبط الى انك تتعود وتفهم موضوع بشكل افضل دائما تذكر انك تحط class اللي انت بغاها بدون public بعدين ال class اللي نسميها ال driver او ال class اللي راح من خلالها نجرب ال class اللي حنا سويناها راح نسميها اللي نكتب فيها البرنامج هنا راح نسميها تسميها test وبعد كذا اسم ال class اللي انت سويتها طبعا حلو نبغى نسوي خلو نرجع للسؤال يقول لك كتب برنامج يقرأ طول مستطيل وعرض ما يطبع المساحة فخلو نقول import java.util.scanner فالان سوينا scanner لعشان نبدأ عملية القراءة نجي الان نبدأ نكتب في البرنامج هنا اول شي خلو نجهز scanner نقول scanner reader reader gets new scanner وبعد كذا system.in لاحظ طبعا هنا اذا كنت يعني في المتدروس السابقة لاحظ ان scanner عبارة عن و reader هنا عبارة عن object من نوع class scanner من اللي كاتب scanner هذي ال class هذي موجودة في library حقيتها الجافة مكتوبة من قبل المبرمجين الجافة حتى نستقدمها مزين لاحظ هنا انه لما جاء سوى new هنا عبى اللي بين القوسين لازم تعبى اللي بين القوسين ب system.in راح نشوف شاء الله فيما بعد وش معنى الكلام هذا اذا الان جهزنا لعملية القراءة خلو نسوي ال object طبعا حين نبغى نقرأ حين الطول والعرض بس لما نقرأ الطول والعرض وين خزنهم فيه ما في مكان نخزنهم فلازم اذا اول شي نجهز المكان كيف نجهز المكان نعرف object من نوع rectangle فنقول rectangle نسوي عملية allocation rectangle مثلا rec rec gets new rectangle الآن عرفنا ال object جاهز الآن نبدأ ننعبى بينات ال object فنسوي access لكل property instance variable في ال object فنقول rec dot length بنقرأ الآن length gets reader dot next int قرأنا الآن length حق ال object rectangle نجي نقول rec الآن نقرأ width نقول rec dot width gets gets reader dot next طبعا لاحظ انه eclipse يساعدك لما تكتب لما تيجي تكتب rec rec dot لاحظ انه على طول يعطيك properties ما علينا من الخضر هذي بعدين نشوفوا الشي هالي methods بس الحين يهمنا properties أو attributes زين فنقول area والarea تساوي 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 ايش؟ تساوي الطول في العرض الآن نبغى نوصل للطول والعرض مضبوض كيف نوصل للطول العرضي؟ ما قلنا دائما إذا بغينا نسوي اكسس لأي بروبرتي في الأوبجيكت لازم نستخدم اسم الأوبجيكت الرفرنس قبل فنقول rec.length في rec.width width مضبوض طبعاً لاحظ في حاجة بس هنا بنبع عليها نسيت هنا أكتب الموديفاير public طبعاً يعني مسموح لك انك ما تكتبه رح يكون default modifier لكن يفضل دائماً انك تكتب الموديفاير حتى ما نتلاخد فإذا كتبنا الموديفاير public الآن حسبنا الطول قرينا الطول قرينا العرض حسبنا المساحة الآن نقوم بتنفيذ نقوم بطباعة المساحة فنقول كيف نطبع زي ما كنا نطبع variable عادي نقول system.out.printlin وبعد كده مثلاً ممكن نضع الرسالة قبل الطباعة area تساوي هنا طبعاً عشان يعني بس تنظيم عم بالطباعة بعد نقول زائد هنا rec.area بطريقة هذه رح نطبع لاحظ انك دائما تتعامل مع هذا كامل كله كأنه variable أرجو نكون هذا الشي واضح الآن نحفظ برنامجنا لو جينا ننفذ البرنامج نروح ننفذ البرنامج run as java application طبعاً الآن نسي نحن نضع رسائل طلب الآن هو طالب مننا اللينكت فنقول اللينكت 12 الودث مثلاً 10 فتكون الarea 120 طيب الآن من خلال المثال هذا ولنفرض أنه طلب مننا واحد أن نقرأ ثلاث أو خليها خمس خمس مستطيلات ونطبع مسحتها زينا خلو نجرب الآن نبي نسوي نسخ ولصق هذا المستطيل الثاني وهذا المستطيل الثالث وهذا المستطيل الرابع وهذا المستطيل الخامس طبعاً لازم نروح نغير أسماء الرفرنس هذي بنقول rec2 هنا rec2 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 هنا نفس الشي rec2 لاحظوا انتبه لينكت لو قلت rec راح دايماً إذا قلت rec.with مثلاً هنا rec.area يعتبروا rec هذا لاحظوا أنه مضلل لك الإكلبس عشان يعلمك إنه rec هذا وليس rec هذا فدائماً عدل كل الأماكن المطلوبة فالآن نجي هنا rec3 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 هنا rec3 وهنا نفس الشي rec3 3 حتى نختصر أنا قمت و عدلتها كلها فالآن صار برنامج عندنا جاهز في خمس مستطيلات زي ما تشوفون ممكن نفذ البرنامج بشكل سريع فمثلاً نقول المستطيلة الأول مثلاً 12 10 المستطيلة الثانية مثلاً 5 2 52 مهم مشكلة 2 المستطيلة الثالث مثلاً 3 1 المستطيلة الرابع 2 2 المستطيلة الخامس 5 5 و انتهى تنفيذ البرنامج 3 طيب الآن افرض انه جاك واحد و قال لك يعني حين انت كتبت هذا كله جاك واحد قال لك ابغى انك تعدلي والله عملية الطباعة انا ما عجبتني عملية الطباعة انت كاتب area تساوي مثلاً بالطريقة هذه لا والله انا ابغى انت كتب لي is يعني تقول area is او مثلاً مو is ابغى انت تحط لي نقطتين او تطلع لي الطباعة نقطتين فانت روح شو راح تساوي راح تقول تروح تعدل هنا وتعدل هنا في المكان الثاني تروح تعدل هنا في المكان الثالث و نفس الشي هنا تروح تعدل في المكان الرابع و راح تعدل هنا في المكان الخامس مضبوط طبعاً لاحظ اننا الان برنامجنا هذا بسيط ما زالت يعني انا في بدايات البرمجة في الدروس هذه لكن فيما بعد لما تبدأ تكتب برامج كبيرة يعني تخيل الشركات مثلاً يكتبون مثلاً يعني البرنامج ممكن يكون فيه يعني مئة ملف مثلاً مئتين ملف يعني برامج كبيرة فتخيل انه قرر انه يعدل عملية الطباعة في واحدة عملية الطباعة مثلاً واحد من الـ object مثلاً يبيعدل عملية الطباعة الـ area للـ object rectangle فتخيل انه راح يروح كل ملف من الملفات هذه يروح يعدل فيها يسوي نفس العملية اللي سويناها طيب ما في طريقة افضل يعني واحسن العمل الشي هذا نعم في طريقة افضل واحسن وهي باستخدام ما يسمى بـ method يعني الكلمة هي method خلوا اكتبها هنا كcomment method او هنا انا واكتبها حقيقة هنا method زين فاذا كل البق هذه اللي قبل هذه كلها نسميها attributes او نسميها properties او نسميها fields او نسميها data members وزين هنا راح نحط method مضبوط وهناك فرق مهم جدا و كبير بين attributes وبين method خلوا نشوف كيف نكتب method method public void مثلا نقول print print area وبعدين نضع قوسين نفتح قوس وبعد كده نكتب هنا عبارة اطباء هنا راح نطبع الarea فنكتب العبارة اللي حنا نبغى نكتب فنقول system dot out dot print لن بعد كده مثلا حنا نبغى نكتب area ثم مثلا نقطتين مثلا ثم زائدا لاحظ هنا انه بما انه جوه الكلاس ما راح نستخدم reference فنكتب مباشرة area هذا شي مهم جدا ما راح نستخدم reference حتى انه نطبع الarea فاذن الآن حنا عندنا صوينا method زينو هذه هي الطريقة اللي نسوي فيها الميثود طبعا عندك public تكتبها زي ما قلنا نفس الفكرة اللي هنا public دي ممكن نغيرها راح نشوف ليش فيما بعد void هنا برضو راح نفهمها فيما بعد لكن اذا كنت تبغى حين تفهم معناها معناته انه الميثود هذي ما ترجع قيمة مثلا مثود ترجع قيمة زي nextInt nextInt هذي مثود ترجع لنا قيمة ما ترجع لنا integer ناخذ القيمة منها ونحطها في link نقول لنا ترجع قيمة زين printarea ما ترجع قيمة فقط تقوم بعملية الطباعة اي ميثود لازم بعد اسمها تضع اقواس دائم يفضل الاسم يبدأ بحرف small وبعد كذا لازم تفتح قوس وتسكر قوس زي اقواس الكلاس ثم بعد كذا تضع الكود اللي هنا زي ما كنا نسوي في المين المين هي واحدة من الميثود اللي كنا نكتبها قبل اللهم المين فيها زيادة static في مبعد وان شاء الله راح اشرح شاء الله قريبا معنا static لما نحطها وشال الفرق طيب الآن هذه الميثود صويناها printarea الآن عدلنا الكلاس وش راح نعدل في البرنامج كيف راح تعدل البرنامج راح نشيل system out print هنا وراح نضع بدالها rec.printarea مضبوط وراح ننسخ الكلام هذا ونضعه هنا طبعا نحط هنا rec 2 وهنا نفس الشي نسوي نفس العملية ونضع rec 3 ونفس الشي هنا rec 4 وهنا rec 5 .printarea طيب اذا لاحظ انه خلونا نشوف هنا لاحظ انه هنا لما يجي تنفيذ الآن خلونا نفهم كيف الميثود تشتغل خلونا نكبر هنا الان عندنا يبدأ تنفيذ برنامج من الميل يبدأ تنفيذ برنامج من هنا زي ما حنا بفهم الأول سطر في الميل اللي هو سطر هذا لما يوصل هنا لما يوصل السطر هذا راح يروح هنا لأول سطر في الميثود printarea اللي هو سطر هذا سطر هذا ويسوي ينفذه بعد ما ينتهي من نفذه راح يرجع ويكمل من المكان اللي هو انطلق منه فإذا المكان هذا راح يتفرع منه هنا كذا يروح ينفذ هنا يخلص الميثود إذا جاء هنا انتهى من الميثود قام ورجع للسطر اللي بعده هذه طريقة تنفيذ الميثود خلونا نشوف ننفذ البرنامج بسرعي نشوف كيف يشتغل نجي هنا لو أعطيناه مثلا عشرة واثنعش لاحظ أنه طبع لنا لو أعطيناه مثلا اثنين وأربعة نعطيه أي أرقام ماهي أرقام ماهي اسمه انتهينا نفذنا الآن لاحظوا أنه عملية طبع على نفس الشي لو جينا الآن غيرنا هنا في الميثود هذه لو غيرنا مثلا في كلمة area كتبنا مثلا حطيناه يساوي مثلا يعني قرر والله يعني غيرنا رائنا وقلنا لا نبغى نحط يساوي لاحظا الآن لو حطيناه يساوي هنا ما نروح نعدل في أي مكان هنا خلص نعدل في مكان واحد حني قررنا أن عملية الطبع تكون يساوي بدلا ما هي نقطتين فهنا اختصرنا اختصار كبير جدا باستخدام الأبجيكت وهذه حاجة مهمة جدا مجرد أن نسوينا العملية هذه لو نروح نقرر عملية الطباعة لو نحاول نسوي عملية الطباعة لو قلنا هنا لو كتبنا 10 12 2 و 5 لاحظوا أنه تعدلت عمليات الطباعة كلها تماتيك صارت يساوي بدلا من أنه نقطتين طبعا هنا شو نقول حنا نقول أنه الأوبجيكت الأوبجيكت هو من يعرف الأتريبيوتس قيم الأتريبيوتس حقته يخزنها فيه زي ما شرحنا مرة اللي راحت وهو الأفضل شيء أو أفضل يعني حاجة يستطيع أنه يطبع بياناته حنا نبغى نطبع بيانات الأوبجيكت الريكتانجل زين نبغى نطبع الأريا أفضل شيء نضع الطباعة في ريكتانجل لأنك أنت لما تكتب الكلاس هنا أي واحد يكتب الكلاس هذي يكون فهم الكلاس فيهم كامل عارف وش الخصائص اللي في الكلاس عارف كيف نطبع الخصائص هذي كيف نسوي فيها اللي حنا نبغى هذا مهم جداً فيه الـ فلذلك يعني لما نجي نغير لما نجي نسوي أي شيء بكل اختصار وهنا تجي قضية هندس تبرمجيات أو لما نجي نعدل على البرنامج يكون التعديل سهل جداً إذن يسهل جداً صيانة البرنامج أو maintaining the program تكون العملية جداً سهلة فإذن في جانب التقني هنا شفناه اللي كيف نكتب الـ method والكلاس في الجافة في الجانب الثاني هندس فايدة الـ object-oriented programming هو البرمجة الكائنية بشكل عام من أهم الفوائد زي ما شفنا قبل ننظم عملية تخزين البيانات بحيث نكون تابع الـ object معين بنفس الوقت نظم عملية الـ processing اللي يتم على البيانات هذه الـ processing اللي يتم على البيانات هذه ومعالجة البيانات هذه يكون أيضاً موجود الجزء اللي يكون موجود هنا في الـ class نفسها وهذا يطلق عليه الـ behavior حق الـ object أو أداء الـ object اللي حنا نستخدمه إذن نستطيع أن نسمي أو نقول أنه الـ attributes هذه هي الـ attributes أو الخصائص حقات الـ object أو المعلومات اللي يعرف عنها الـ object الـ object يعرف طوله الـ object يعرف عرضه مثلاً المستطيل يعرف طوله المستطيل يعرف عرضه المستطيل يعرف مساحته وهنا هي الـ behavior السلوك أو الـ services الخدمات اللي يقدمها لنا المستطيل الـ object المستطيل اللي من النوع المستطيل أنه يستطيع أنه يطبع مساحته أو يستطيع أنه يطبع المساحة ونستطيع هنا إذا بغينا نحدد إذا أردنا أن نحدد الأشياء اللي نقرر الـ methods والـ attributes حقات الـ object دائماً الـ methods تكون خدمة نحتاجها من الـ object فالـ object ممكن يعطينا تلاحظ أنه هنا نريد أنه البرنامج يطبع المساحة فإذا المستطيل هو أفضل هو أفضل شخص أو أفضل أفضل كائن يعرف عن نفسه ويستطيع أن يطبع مساحته يستطيع أن يطبع الطول والعرض والمساحة وبرضه المستطيل هو من يعرف طوله ويعرف عرضه ويعرف مساحته فإذلك نستخدم rec.length فهو يعرف طوله ويعرف عرضه ويعرف فإذا دائماً نقول لك أي object هناك أشياء يعرفها وأشياء يقوم بها الأشياء اللي يعرفها هي خصائصه والـ attributes حقته الأشياء الأشياء اللي يعرفها الأشياء اللي يعرفها الأشياء اللي يعرفها The things that the object أه... أه... أه.. أه.. It does أو يقوم بعمليها خلو نقتب اور نختم بالكلمتين هذولي، نكتبهم آم نقول لعندنا أنه عندنا الـ Attributes وعندنا الـ Behavior حق الـ Object Behavior للـ Object أو Services Services اللي يقدمها لنا الخدمات اللي يقدمها لنا الـ Object هذه اللي نسميها Methods Methods في الـ Object وإن شاء الله مع كثرة الأمثلة إذا حليت أمثلة كثيرة وشفت برأم مشاكل كثيرة راح يتضح لك الموضوع هذا بشكل أفضل وتفهمه بشكل أفضل